أهلاً وسهلاً فيكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من حلقة عادات إيجابية للتمييز وعادة إيجابية مميزة جداً عنوان عادتنا اليوم هو اعلم أن مكتبك ليس مطبخاً طبعاً كثير مننا بيطيح في المشكلة هذه وهي يعني خلينا نقول في الشرق الأوسط أو في العالم العربي منتشرة جداً والتي هي أن أغلب الموظفين عندنا بيقوموا بعملية الإفطار أو الغداء في مكتبه أو في مكان عمله خلينا نقول في مكان عمله بشكل عام ممكن يكون مخصص مكان للأكل ولكن المشكلة أنه بيتم تناول وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء داخل مكان العمل في مكتبه أو المكان الذي يجلس عليه يباشر فيه عمله وهذه بحد ذاتها مشكلة قد تتفاقم وقد تتطور إلى مشاكل أخرى أنت في غناء عنها طبعاً كلنا نعارفين أن الأكل عبارة عن شيء يأكل ويشرب تمام؟ واجبة الإفطار هيكون أكلك أو المكونات التي تكون موجودة شيء يتأكل وشيء يتشرب فتخيل عزيزي للمتابع أنه الشيء الذي أنت جالس تشربه أي أن يكون شاي قهوة عصير أي أن يكون فجأة طاح وانسكب سيطيح فين؟ سيطيح على الكيبورد، سيطيح على الأوراق، سيطيح على المكتب سيبهدل لك الدنيا والأكل نفس الحكاية بالإضافة إلى أن عملية الأكل والشرب سينتج عنها روائح أي أن تكون نوعية روائح هذه روائح جيدة أو غير جيدة ففي النهاية هي روائح ستكون غير مفضلة أو غير مناسبة للمكان الذي أنت متواجد فيه فبالتالي اعلم عزيزي المتابع أنه التصرف هذا يدل على عدم احترافية الموظف بالإضافة إلى أنه بعض الأشخاص ممكن يكون زملائك معاك في المكتب صايمين فأنت قاعد تأكل وتشرب وعايش حياتك قدامهم ما فيها أي أدنى مراعاة لوضعهم كهما كأشخاص صايمين فبالتالي إخوتي المتابعين خلينا نكون أكثر احترافية المكتب ما هو مطبخ للأكل أو لعمل الأكل أو لتناول الأكل في النهاية المكتب اللي انت جالس فيه هو للعمل وإنجاز المهام حاب تفطر حاب تتغدى حاول إذا ما في مكان في العمل مخصص للأمور هذه إنك تأكل في المكان اللي انت هتجيب منه فطورك أو غداك ويفضل دائما والأكثر احترافية هو إنك تفطر في بيتك قبل لا تطلع أنا حاب أطول عليكم أتمنى أن تكون الحلقة أعجبتكم ولا تنسوا كالعادة أنكم تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وقبل أي شي حاب أتوجه بشكر جزيل للإخواء المنتسبين معنا في القناة والسلام عليكم